اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أسعد الله ووقاتكم مستمعين الكرام وكل عام وأنتم بخير ويعني كل التمنيات لكم بقضاء الشهر رمضان بشكل صحي ومتميز أعاده الله علينا باليمني والبركات وإن شاء الله هذا الشهر يكون شهر خير على الجميع فيعني حقيقة الواحد مستانس اليوم يعني في هذه الأجواء الجميلة هذه الأجواء الروحانية اللطيفة جدا وفي هذه الأيام المباركة فخلونا يعني نرحب فيكم في البداية في هذا البرنامج صحة وسعادة نحن مستمرين معاكم طوال شهر رمضان إن شاء الله في نفس الموعد من الساعة العاشرة حتى الحادية عشر وأيضا بتكونين معانا على طول أستاذ ميثة بن بياد طول الشهر ما نسعد في يعني في هذا البرنامج معاك وكذلك مستمعين الشي الجميل عندنا بعد في هذا الشهر بتكون معانا أستاذ وفا عايش طوال هذا الشهر صبحت الله بالخير وكل عام أنت طيبة صبحت الله بالنور وكل عام وأنت بخير والأمة الإسلامية كلها بخير وبلادنا بأمن وسلام وحب وصحة لأنه هذا الهدف إن شاء الله وأنا اللي أتشرف بوجودي معاكم بالعكس بالعكس نحن اللي سعيدين جدا أستاذ وفا عايش بتقاسم معايا تقديم هذه الحلقة لكن يعني بتكون المسألة مفتوحة سوالف معاكم مستمعين اللي حاب يشارك في أي موضوع يخص التغذية أو حتى المواضيع الصحية أو بعض السلوكيات في شهر رمضان من الناحية الصحية ممكن أن يتصل على رقم 600551414 أو يبعثلنا رسالة نصية ما اسمعك عيسى آه حياك الله انزي منكون ان شاء الله حتى من خلال المداخلات على 4006 أيضا عندنا مفاجأة اليوم أخبره معنا عندنا سؤال يومي انزيين هذا السؤال يعني تقدم من إدارة تقنية المعلومات من استقبل إجابات هذا السؤال على الرقم 4006 ومن سوي السحب على نهاية الحلقة هذا السؤال جائست في لوح ذكي قدمت لنا إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي سؤال حلقتنا اليوم ما اسم التطبيق الذكي الذي أطلقته هيئة الصحة بدبي ليساعد المرضى بداء السكر المزمن وكل من حولهم على تعقب وإدارة حالتهم الصحية هل هو تطبيق صحتي أم تطبيق حياتي أم تطبيق أطباء دبي صحتي حياتي أطباء دبي ممكن الاستعاني بصديق مثلا نروح لإستقرام التويت بعد هذا بعد الفاصل الأول من قلل من خليهم خيارين بعد الفاصل الأول ربضان إذن مستمعين برنامج صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهرة فحياكم الله معانا وخلونا ناخذكم في البداية مع مجموعة من الأخبار الخاصة في هيئة الصحة بدبي أول أخبار نقول صحة دبي تحدى ساعات العمل بمستشفياتها ومراكزها الصحية خلال شهر رمضان حددت هيئة الصحة بدبي مواعيد وساعات العمل في الإدارة العامة والمستشفات ومراكز صحية والتخصصية تابعة لها خلال شهر رمضان المبارك وأصدرت الهيئة يوم أمس تعميماً إدارياً حددت فيه ساعات العمل في الإدارة العامة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر من الأحد وحتى الخميس طبعاً هناك دوام مر في بعض الموظفين يدومون من ثمان للوحدة وفي بعضهم يدومون من عشرة للثلاث الرسمي هو من التاسعة حتى الثانية عموماً وكلفت تعميم إدارات المستشفات ومراكز الصحية والوحدات التنظيمية المعنية بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء الانكول وفقاً لمتطلبات العمل وذلك لضمان استمرار للعمل على مدار الساعة لدى كل منهما قطاع خدمات المستشفيات أعلن عن ساعات العمل خلال شهر رمضان حيث ستكون ساعات العمل في العيادات التخصصية بمستشفيات راشد دبي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً ومن الواحدة والنصف بعد الظهر وحتى السادسة والنصف مساءاً بينما يكون العمل في قسم الحوادث والطوارئ على مدار الساعة مستشفى لطيفة ساعات العمل في العيادات التخصصية بتكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر في قسم الحوادث والطوارئ ستكون ساعات العمل على مدار الساعة في مستشفى حتى ستكون ساعات العمل الرسمي من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى العاشرة والنصف مساءاً يتخلى لها بريكات اللي هي فترة الافطار من الساعة ستة وخمسة واربعين مساءاً وحتى الثامنة والربع هذا البريك اللي عندهم بدت الإجابات تينا على هذا يعني فيه إجابات سليمة عموما قطاع خدمات المستشفيات يعني حدد العمل بمركز دبيد السكري من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ومن الأحد إلى الخميس وفي مركز الثلاثين من السابع والنص صباحا وحتى التاسع والنص مساء في مركز دبيد للأمراض النسائية والإخصاب من الساعة الثامنة والنص صباحا وحتى الثانية بعد الظهر كما سيكون العمل في مركز دبيد للعلاج الطبيعي وإعادة التهيل خلال شهر رمضان المبارك من الساعة من الساعة والنصف أنا أعتقد من الساعة السابع والنص صباحا وحتى الثانية والنصف بعد الظهر كما حدد مركز دبيد التبرع بالدم ساعات العمل الرسمي من التاسع صباحا وحتى الثانية مساء ومن الساعة الثامنة والنصف مساء حتى الواحدة والنصف صباحا من الأحد حتى الخميس هذا مركز دبي للتبرع بالدم يا جماعة الخير نحن أطلقنا هذه الحملة اللي هي حملة تكون الأول في التبرع بالدم حملة إنسانية نحن في شهر رمضان في كل سنة يعني يكون هناك نقص حقيقة في كميات الدم فنتمنى منكم يعني التوجه إلى مركز دبي للتبرع بالدم ومواصلة التبرع في هذا الشهر يعني حقيقة يعني الأجر مضاعف أعتقد في هذا المجال قطاع الرعاية الصحية الأولية أصدر قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية التعميم حدد فيه ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة مساءا ومن الثامنة مساءا وحتى الحادية عشر مساءا بينما سيكون العمل الرسمي في المراكز الصحية يوم السبت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر كما حدد التعميم ساعات العمل بمركزين ند الحمر والبرشة على مدار الساعة عيادات الأسنان بتكون على فترتين الأولى من التاسعة صباحا وحتى الثانية مساءا الفترة الثانية من الثامنة مساءا وحتى الحادية عشر مساءا بينما سيكون عمل عيادة الأسنان في مركز البدع من الساعة الواحدة مساءا وحتى السادسة مساءا طبعا هذه ساعات العمل نحن منوقف مع فاصل سادة وفا بعد الفاصل منرجع منتكلم معاتش ومناخذ كل التفاصيل الخاصة برمضان رمضان وليوم نتكلم يعني موضوعنا الرئيسي أنه كيف الواحد يستقبل أول يوم من رمضان شو اللي المفروض يسويه على أساس أنه يتبع الأسلوب الصحي السليم في الأفطار والسحور يعني كيف يهيئ جسمه حق الشهر كامل نذكركم بسؤال الحلقة اليوم سؤالنا يقول ما اسم التطبيق الذكي الذي أطلقته هيئة الصحة بدبي ليساعد المرضى بداء السكري المزمن وكل من حولهم على تعقب وإدارة حالتهم الصحية هل هو صحتي أم حياتي أم أطباء دبي يمكنكم رسال الإجابات على الرقم 4006 هناك جائزة من تقدمة إدارة تقنية المعلومات بهية الصحة بدبي وهو عبارة عن جهاز لوح ذكي إدارة تقنية المعلومات يعني حبت تشاركنا هذا الشهر الفضيل بهذه المسابقة اللي نسعى من خلالها حقيقة إلى التعريف بهذه التطبيقات اللي توجهت بها هيئة الصحة للجمهور واللي فيها الكثير من المعلومات والكثير من الفائدة تعطيهم اللوح الذكي لا يستخدموا تطبيقاتنا لا؟ لازم لازم ننزلهم باي ديفولت للتطبيقات مالاتنا إن شاء الله عموما فاصلوا من أرجع لكم فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم بكل خير مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي حقيقة مستمعين في البداية خلونا نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله وإلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ولأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود وشيوخ دولة الإمارات وشعب الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم شهر الخير والبركات أيضا مستمعين خلونا نذكركم بسؤال حلقتنا اليوم يقول السؤال ما اسم التطبيق الذكي الذي أطلقته هيئة الصحة في دبي ليساعد المرضى بيداء السكري المزمن وكل من حولهم على تعقب وإدارة حالتهم الصحية نحن قلنا ساذة وفا عائش بتكون موجودة معايا دائما يعني خلال هذا الشهر ساذة وفا نحن قلنا عقب الفاصل من قلص الخيارات إلى خيارين فشو تنصحين نشيل لا تغشي شيء من نشيل الخيار واحد خلينا نشيل مثلا صحتي يعني الخيارين يكون ما بين حياتي وأطباء دبي أنت عطيت يوم الإجابة نزيل إذن الخيارين الأثنين عندنا حياتي أو أطباء دبي فيمكنكم رسال الإجابة على الرقم 4006 ممكن يدخلوا على ويب سايت الهيئة أنا أغشش بطريقة صحة يعني فيها أفورت يعني مش غشغش هو ليش دكتورة أنا بقول لك شغلة هم أنتوا دخلوا يا جماعة الخير لأنه عندنا شهر كامل وفي كل الحلقة عندنا سؤال خاص بإدارة تقنية المعلومات هذه الجائزة مقدمة من إدارة تقنية المعلومات وهي عبارة عن لوح ذكي يومي رح تقدمها لنا هذه الإدارة المميزة أنا أنصحكم تنزلون هذه التطبيقات لأن من وحي هذه التطبيقات من طلع الأسئلة فعندنا شهر كامل وإن شاء الله يعني نتمنى الروح للجميع إحنا كريمين هم بيستاهلون هم يستاهلون هم بكل الأحوال يستاهلون إن شاء الله أيضا يعني الحمد لله أن معظم الإجابات تأتي بشكل سليم اللي يبعث لي بس الإجابة لا أنا يعني أتمنى يبعث اسم الثلاثي مع الإجابة يعني يكتب الإجابة شو هي ويحط الشسمة الاسم الثلاثي عموما دكتورة يعني بدأ رمضان اللهم لك الحمد الحمد لله حاسب طاقة إيجابية يعني من الصباح يشتياق له هي والله العظيم يعني من تم الإعلان والله حقيقة قبل الإعلان واحد يحس بهذه الروحانيات اللي في الشهر يعني سبحان الله تأتي السكينة مرة وحدة ونحن ننتظر الإعلان هل هو غدا يعني أول أيام الشهر الفضيل والمتمم فسبحان الله يعني بدأت السكينة وبدأت الطمأنينة تدخل إلى هذه النفس وأيضا بدأ الواحد يحس بطعم هذا هذه الأيام المباركة الآن دكتورة يعني ما نتكلم كيف نبدأ مع رمضان بما أنه مبارحة محمود بلشنا فيعني أتمنى أنه فعلا الناس بدأوا بالصحور لأنه يعني وهي خطوات فعلا يعني حتى أنا مع الأهل جالسة وصحاب لأيلي وهيك آه شو بلت سحر اليوم يلا بنروح السمواكت بنجيب صحور لأنه كانوا توقعين بين اليوم وباشر فكانت يعني هيك تحست الاستعداد والرغبة وكذا جميل جميل جدا شعور جميل لكن الهدف الأساسي أنه نبدأ بالصحور صحيح أنا قبل أن أكمل معك بس سمحي لي أأخذ هذه المكانمة من أبو عبدالله أبو عبدالله تفضل ألو السلام عليكم أبو السلام يا هلا مبارك عليك الشهر أبو عبدالله مبارك عليكم الشهر أبو عبدالله يا هلا أبو عبدالله صايم صايم الحمد لله خلك يجابي يا عيالي أطلع بصوتك أعلي صوتك خلنسمعك لا معي شوية عسى من أدي دور رمضان لا 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 انسه لا الصيام مفروض يحفزك أكثر بعد تفضل بعبدالله مبارك علينا نسينا الدكتورة بس بخصوص الرياضة يعني قبل الفطور أفضل ولا بعد الفطور إن إذا قبلوا الفطور تعرفنا أخسر ثوائل يعني بشكل كبير يعني إذا قبلوا الفطور هل تنظر ولا ما تنظر طيب إحنا بالنسبة فعليا عندك سؤال ثاني بعبدالله نحن مناخذ المداخلات مرة واحدة دكتورة على أساس أنه نعطي أكبر فرصة للمستمعين أنه مشاركون في سؤال ثاني بعبدالله غير الرياضة لا لا بس أهل السؤال هو شو الوجبات الصحية اللي ما تسر علينا على التراويح تقريبا لو تفيدنا الدكتورة ممتاز ممتاز إزاك الله خير يا أبو عبدالله على المشاركة يا الله بشكو وعندك الشاركة أبو عبدالله على المشاركة لا أفا عليك الله يسألك مرحبا مرحبا أبو عبدالله مرحبا دكتورة يعني خلنا نرجحك كيف نبدأ في رمضان وبعدين ما ناخذ سؤال أبو عبدالله ومنجواب عليه ومنجواب عليه عشان تكتمل الفائد المرجوة من الصيام على الصحة العامة أول شي لازم نعمل أنه نوازن ما بين الإفطار وبين الصحور الحرص على الصحور أنها تكون أقرب شيء لأذان الفجر لأنه وتكون متوازنة طبعا واللي حنتكلم عنه سوري أيبنا تماما طبعا الحمد لله طبعا وجبة الصحور خصوصا الآن إذا أنت بتلاحظ السنة معظم الامتحانات جاي في رمضان الناس اللي تعمل تشاراتنا وجايين على الدوام لازم يكون عندنا طاقة فوجبة الصحور تحرق تماما مثل وجبة تعادل وجبة الإفطار في الأيام العادية وبالتالي توازنها بيعطيني طاقة تغذية نشاط بقدر أستمر يومي الكامل بثبات الطلاب اللي عندهم امتحانات بقدموا الامتحانات دون أنه يتأثروا بنسبة العطاء والتركيز يعني فهون الأباء الرجاء ثم الرجاء تأكيد الصحور على أولادكم قرب الفجر حتى قد تضمنوا أنه يكون عندهم الطاقة اللي تخليهم حتى يقدروا يفكروا وما يكونوا حاسين بالنعز أو التعب أو عدب التركيز نفس الشيء بالنسبة ليه الأشخاص اللي راحين العمل الآن التوازن ضروري نفس الشيء التوازن لازم يكون موجود في وجبة الصحور حنتكلم عن تفاصيل وجبة الصحور شو لازم تحتوي ووجبة الفطور شو لازم تحتوي بس بتمنى كمان من الناس أنهم يكونوا معانا بأنه أنتوا شوفوا خاطركم تاكلوا وإحنا بنعملكم مياه بشكل صحي بما أني أنا موجودة معك طول الشهر فأنتوا احلموا فكروا وإحنا ما علينا إلا نعملكم مياه بطريقة تكون أصح جميل الآن أبو عبدالله تكلم عن شغلتين أول شغلة كان يتحدث عن موضوع الرياضة يا دكتورة يقول هل هي أفضل قبل الفطور ولا بعد الفطور طيب هلأ نوعين النوع الناس اللي بدأت نزل وزن يعني قبل الإفطار خلينا نقول بـ 3-4 ساعة ساعة يعمل الرياضة لأنه بتكون نسبة السكر خلاص نزلت تماما هلأ وفي كتير أشياء بتتعاو يعني مع أبو عبدالله خليني أبدأ في أنه إذا كان أخذ صحور جيد فالرياضة قبل الإفطار بتكون فعالة لحرق الدهون المختزنة داخل الجسم وقبل الإفطار بجريب يعني بس إذا كان من الناس اللي بنزل ضغطهم الناس اللي بيحسوا عنده جفاف عندهم جفاف عندهم عطش ما يعمل رياضة إلا بعد الإفطار بعد التراويح بعد التراويح حافظها شيء لأن التراويح لحالها هي رياضة فمجرد أن هو مارس التراويح وعملها كاملة يعني مش الأساسيات كل الركعات تحت التراويح كاملة هذه أحلى رياضة في الدنيا والله دكتورة أنا أنا بتكلم عن تجربة شخصية أنا يعني إذا يأخذ نصيحتي أبو عبدالله ما أدري إذا هذا الكلام مش علمي ولكن تجربة شخصية أول ما تبتدي في شهر رمضان خل الرياضة بعد التراويح أنا بفضل بعد التراويح بعد التراويح خلها على الأقل خمسة أيام لين عشر تأيام وبعدها ممكن تبتدي فيها قبل الفطور لأنه بيكون جسمك تعود تعود فأنت مو عارف بالضبط طبيعة الجسم أنا بأيد لكن في ناس بتعرف عندهم سمنة زائدة عندهم زيادة وزن هذا الوقت اللي هو قبل الفطور بشوي بياخدوا بيحرقوا الجلاكوجين أسرع اللي موجود في العضل وبيبدأوا حرق الدهون أسرع لكن مبنيهم يدخلوا في فترة التعب زي ما أنت تفضلت محمود أنا بفضل دائما بعد التراويح بيكون في مساحة أنه ياخد الحلو اللي هو بدي ياخده وبعد هيك وحنا حنتكلم عنه بتفصيل وبعد هيك ممكن يعمل رياضة تمشي السباحة هلأ الجو بلش يكون حلو للسباحة كمان أي رياضة هو يحبها الجيم إذا مشارك في الجيم يعني على هوا عرفت كيف أيضا التعجيل بالإفطار أوصان من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نستعجل بالإفطار عند وقت مجرد ما يقدن ناخد التمر والماي أو اللبن ونروح نؤدي صلاة المغرب ونرجع الهدف من هالأداء اللي إحنا بنسويه أنه التمر فردي يكون فردي بيفعل عملية امتصاص السكر سريعاً ينبه المعدة وينبه الدماغ أنه فيه أكل بده يجي فبتكون مهيئة أنه هو يستقبل الأكل بصورة أسهل وأذكى لأنه ما تكون جوعان تدخل على طول على الأكل بيصير بدك تأكل من كل شيء دون حساب لكن لما تروح تأدي المغرب بيكون ارتفع السكر عن طريق التمر أو اللبن والماي وتهيأت وأخذت مساحها المي طبعاً المي وإحنا جالسين وحتكلم ليش إن شاء الله في أيام أخرى أو اليوم إذا صحلنا يفضل وإنت جالس غير إنها هي سنة ولكن لها علمياً وأنا باخد تفاصيل الإفطار بالتحديد اليوم اليوم مناخد تفاصيل الإفطار إن شاء الله بعد الفاصل دكتورة لكن أبو عبدالله كانت عند مداخلة أيضاً الوجبات الصحية قبل التراويح شو تنصحينها ياخذ قبل التراويح حنحكي عنها هلا بدكينا نتكلم عنها ولا خلال ما نتكلم عن الفطور يعني خلينا نطلع فاصل عيل ونرجع اليوم يعني الموضوع الرئيسي خلينا نحكي الفطور والوجبات اللي بين بغضب بس الفطور هو الأساس اليوم لأنه اليوم أول إفطار لنا بنعطيهم ريسبي شو رايك؟ زين حضرت لهم ريسبي حلوان زين زين ممتاز إن شاء الله ممتاز إذن مستمعين نذكركم بسؤال حلقتنا اليوم سؤال الحلقة ما اسم التطبيق الذكي الذي أطلقته هيئة الصحة في دبي ليساعد المرضى بداء السكري المزمن وكل من حولهم على تعقب وإدارة حالتهم الصحية هل هو حياتي ولا أطباء دبي؟ محمد ظهر السعدون إجابتك غلط ممتازين؟ وسعاد إجابتك غلط وحمدان محمد إجابتك غلط يمكنون محمود يرجعون يبعتون مرة ثانية؟ إجابة خلاص يعني عرفتوا الإجابة إنتوا بالذات الثلاثة عرفتوا الإجابة هاي هذين اللي طرشوا لنا الإجابات غلط فعموما حتى محمد سيف سويدي إجابتك غلط ممتازين؟ يالسي ساعدكم محمود ها هاي هذين لكلهم إجاباتهم غلط والباقين ما شاء الله إجاباتهم سليمة ممتازين؟ في حد حط لي الاسم وحط لي رقم التلفون وحط لي واحد واحد هل يقصد ما بين الخيارين لاثنين واحد أنعدة صح؟ اي صح حرم رمضان رمضان يبا رمضان عموما خلونا نطلع هذا الفاصل مستمعين وما أرجع لكم إن شاء الله ما نكمل معاكم حلقتنا ونحن إن شاء الله هذا الشهر كله بيكون يعني بتكون الحلقات كله سوالة أكثر مما هي يعني أخبار وغيره وكذا لا بنيس نسولف معاكم مستمعين عن هذا الشهر كيف ممكن نقضيه بشكل صحي ومناسب ونبغي المداخلات من عندكم تكون طاقة إيجابية وما حد يتصل بي راقد لا يعني صايم صايم على عين وراسي صايم بس لازم تكون عندك طاقة لازم تكون عندك إيجابية والله أنا من نشيط اليوم الصبح أحس يعني عندي طاقة أكثر من الأيام العادية فخلونا نطلع هذا الفاصل ونشوف هل هذه الطاقة بتستمر معانا ولا لا فاصل وما أرجع لكم صحة وسعادة حياكم الله معانا مرة ثانية مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للألام وعبر إذاعتكم المويزة دائما إذاعة نور دبي مستمعين مثل ما عودناكم أو مثل ما منعودكم إن شاء الله في هذا الشهر الكريم نحن نطرح يوميا سؤال سؤال حلقتنا اليوم بيكون ما اسم التطبيق الذكي الذي أطلقته وهيئة صحة بدبي ليساعد المرضى بداء السكري المزمن وكل من حولهم على تعقب وإدارة حالتهم الصحية هل هو تطبيق حياتي ولا طبا دبي يمكنكم رسال الإجابات على الرغم 4006 وأيضا اللي حاب يداخل معنا عنده أي سؤال بتكون معنا دكتورة وفعاش مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي للإجابة على مختلف الأسئلة اللي ممكن تطرح من قبلكم دكتورة يعني نتحدث الآن عن كيف نبدأ مع رمضان والاستعداد للصيام تكلمنا عن وجبة السحور وأهميته وأيضا قلنا ما نخصص هذا الجزء القادم للفطور خلينا بس نعرف ماذا نفعل اليوم على وجبة الفطور حنحط دنين سيناريو يعني حوارين مختلفين الأول للناس اللي بسرعة بيشبعوا واللي ما بيقدروا ياخدوا تغذية مناسبة وحتى ما بيتسحروا لأنه ما بيحبوا الأكل وهدول موجودين بنصحهم أنه نبدأ بالتمر مع مثلا لبن أو ماء ونروح نصلي المغرب ونرجع ناخد الشوربة السلطة ونخلي مثلا الطبقة الرئيسة بعد الإشاء والحلو بعد التراويح يعني في ناس بيشبع بسرعة فهدول ما يخلوا السلطة أول شيء يخلوا السلطة مثلا لازم تكون نص الطبق الصحي السلطة أو الخضار والفواكه فنخليها مثلا مع بخلال الطبق الرئيسي مع الطبق الرئيسي ونبدأ وما ياخدوا شربة مثلا ياخدوا السلطة يعني مش مثل مثلا الناس اللي حابة تحافظ على وزنها أو تنزل وزنها يبدأوا بالتمر اللبن الماي يروحوا يصلوا للمغرب يرجعوا لازم ياخدوا الشربة عشان تعطي مساحة لازم ياخدوا السلطة عشان تعطي كمان مساحة وألياف والألياف والمعادن اللي فيها بتنصط الجسم بتعطي طاقة بتعطي معادن بتعطي فيتامينات وبنفس الوقت تشبع فبيجوا على الطبق الرئيسي بياخدوا كميات أقل وهون إحنا لازم نتذكر شيء وين ما تكونوا موجودين في البيت موجودين في مطعم موجودين في عزومة في بوفي استخدموا الطبق الصحي المعنى إن الطبق الصحي يكون نص الطبق خضار وفواكه والنص الثاني يكون موزع ما بين العيش وما بين اللحم أو السمك أو الدجاج أو المعكرونا أو البطاط يعني على حسب وبس ما يكون هرمي يعني يكون أفقي بحيث إن أنا مش وفا قالت إنه والله بناخذ الصحن نروح معبين الصحن حتى يوصل مثل الأهرامات مصر هي تكون منطقية يعني من لاس من لاسين على حسب الحاجة طبعا كل إنسان حسب حاجته وبالتالي استشارة اختصاصي التغرية الآن فكرة جيدة لإعطائي كم أنا لازم أخذ خلال فترة الصيام يا بني التعبير ما يكون هرمي يكون أفقي تشوف كل الناس تشارت لأهرامات مصر ما شاء الله الصحن وفقها تخذو الصحن أنا ما قد شي أنا قلت إنه ناخذ الصحن لكن كميات تكون مدروسة طبعا اللبن الروب اللاسي مثلا عيران أو روب أو زبادي يعني يفضل إنكم تاخدوه أول شي قبل الطبق الرئيسي يعني أخذنا التمر أخذنا الشربة الصلطة ناخذ اللبن وإذا قدرنا ناخده حتى قبل الصلطة بيكون كتير جيد ليش أخذ دراسات أثبتت إذا أنا عندي كرش أو بطن وأبا أنا خففه اكتشفوا إنه الدهون المختزنة حوالينا البطن إذا أنتوا استخدمتوا الروب قبل الوجبة بتساعد على إذابة الدهون المختزنة على جدار البطن مرة ثانية دكتورة إذا كان الشخص عنده بطن وحابب إنه يخفف البطن تبعا والبطن موجود هذا عبارة مش عن ارتخاء في العضلات إنما دهون يعني كرش وجهها زي ما بقولوا هادول ينفع معاهم إنهم يستخدموا الروب أو الزبادي أو اللبن وياريت يكون فيه البكتيريا النافعة حتى يفعلوا تذويب الدهون الموجودة على جدار البطن وهذه الدراسات أثبتت كان قبل فترة تكلموا عنها سموها الموستاج دايت ولكن الآن دعمت بالدراسات إنه الكالسيم الموجود والبروتين اللي موجود بيساعد على إذابة الدهون المختزنة داخل جدار البطن فخذ الروب وعشان هيك حتى في الطبق الصحي الروب بره الأكل بره يعني موجود مع كل وجبة الأبيض اللي هو الحليب مع الواجبات العادية الحليب مع الفطور الريوك والغداء والعشاء بيكون مع الروب عندنا صحور وإفطار خذ الروب بالحالتين وياريت يكون في البكتيريا الجيدة حتى تفعل عمل الجهاز الهضمي وتريح الجهاز الهضمي وتخلي البكتيريا فيه الجيدة تكون فعالة بالهضم بيكون أحسن وحتى أداءنا بيكون أحسن البكتيريا اللي تقصدينها دكتورة اللي هي هذه السائل كبير آقل اللي بتكون على الراس شوف برافو تخيل يعني محمود أنت حكيت كتير معلومة رائعة معظم الناس لما بيفتحوا الروب بيشوفوا الماء عليه يروحوا مسكين الماء ويكبينها يا جماعة هاي الماء زي ما حكى محمود أهم شيء في الروب لأنه فيها كل البكتيريا مركزة الماء هذه اي اي فالواحد ما يصبأ لا يخلطها وياكلها مع الأكل يعني ياخذها كاملة خذ الروب مثل ما هو جميل وبركاته رحمة الله وبركاته الناس اللي ما تاكل تمر في شو تبدأ الفطور آآ ممكن اللي ما بيحبوا تمر عندك فواكه جافة آآ الفكرة بالتمر احتواءه على السكر الأنواع السكريات الموجودة فيه فركتوز وكلوكوس آآ طريقة آآ تقبلها للجسم أحسن من أي نوع فاكهة جافة آآ لكن لما أنا ما بحب التمر ممكن تاخذي تين مجفف مش مش مجفف آآ زبيب آآ 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 أراسيا اللي هو الخوخ المجفف أي نوع من فواكهة المجففة وعلى ألا يعني مثل ذا التين أنا ما بنصح أكثر من وحدة لأنها عالية بسعرات الحرارية أكتر عن التمر جميل عندنا مداخلة ما عندنا مداخلة طيب إذن نذكركم بسؤال حلقتنا اليوم بما أن يعني سؤال أيضا يقول شو نصيحة الدكتورة لمرضى السكر للسحور والفطور إن شاء الله بس خلينا نذكر بالسؤال السؤال يقول ما اسم التطبيق الذكي الذي أطلقته هي تصحة بدبي ليساعد المرضى بداء السكري المزمن وكل من حولهم على تعقب وإدارة حالتهم الصحية هل هو حياتي ولا طبا دبي حياتي ولا طبا دبي منكم الإجابة يا الله شو صعب الجواب لوما ما شاء الله عدد الإجابات الخاطئة قليل جدا وانت صلحتهم أصلا بيسان إجابتك غلط بوعبد الله بوعبد الله غير بوعبد الله في بداية الحلقة تفضل بوعبد الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عليكم الشهر هذا كريم علينا وعليكم بوعبد الله أنا دائما بوعبد الله أقول في الفقرة الختامية أتمنى من المستمعين يختصرون قدر الإمكان لكن اليوم أول حلقة نحن فاتحينا بحري خد راحتك تسلم حبيبي فعل عملك النصيحة أول شيء أول شيء بدخنين صحيح هذا ما نخصص لحلقة كاملة ما عليك أنت تريه ما عليك بس حين فرصة فرصة والله فرصة يا أخواني يدخنون هذا كرما لويكم كرما مستمعين مدوخ وشجارة هذا فرصة اليوم هذا الشهر الكريم مفروض إنساني ودرك هذا ما هذا يأذن مغرب مباشرة صار داخل ودائخة مدوخ وهذا ما داشتوه ويا وفتر مايرومي أكل أبو عبدالله بأقول لك شاء الله بأقول لك شاء الله أسمع أسمع أبو عبدالله أسمع هذا الله يسلمك يعني أثنين من الشباب آآ نسحر ننزين و يعني تريه الأذان وتذا فياس يدخنون ننزين يدخنون إحنا شي ما يجي الدائم هم وشي ما دري تذا واللي يأذن عليهم أذان للفير يمسك الدقار ويشفطها شفطة يعني تقول يخزن يعني قلت لي يا أخي حين بدأ ما تشرب ماي انت قاعد تخزلي دخان بصدرك والله يا حظيم وهذا كله ضرر طبعا أكيد صح ونسح لأخوات البيوت ما بيوت وهذا يزيد أكل مثلا أقبص صلاة تراوية يعني شي زاد أكل خلي أعطون حق بقراء آآ طبعا طبعا مكان هذا مكان يعني وائد يعني يخلون يخزن لين سحور لين سحور السوية ريح لكرمالويكتر ما مستمعين مو بحلوة صح الله يحطيبه الاخوان يسكر عندهم أمراض عندهم حاوز قد ما يقدر قبل فطور تقول الرياضة يمشي يخف هذا صح وقبل ما هذا يشرب له ماء شوية دافي مما يبارد ما يدافي أفضل حق معده إزاك الله خير ربا عبد الله حين نحن سامحني عدان بكتاك لأنا ما عندي وقت وايت طيب مبروكة للمشيار هذا كريم الله يحمد في مداخل كانت تقول نفس الشي فواكه المجفه بعد ما نحب ناكلها يعني بديل التمر والفواكه المجفه هذا سكره الآن بديل طيب قبل الإجابة خلينا نعطيهم إجابة السؤال سؤال الحلقة إجابة سؤالنا يا جماعة الخير اليوم هو تطبيق حياتي هذا التطبيق اللي أطلقته هيئة الصحبي دبي وكانت دكتورة أيضا دكتورة وفاه هي أحد المشرفين على المعلومات اللي موجودة في هذا التطبيق أنا أنصحكم أنكم تنزلونا في الأبل ستور وأيضا في الجوجل بلاي ما اسم التطبيق الذكي الذي أطلقته هيئة الصحبي ليساعد المرضى بيداء السكر المزمن وكل من حولهم على تعقب وإدارة حالتهم الصحية هو تطبيق حياتي ما يكون عنده تشنتي أنا بوقف الاستقبال الإجابات على هذا السؤال وأيضا بنشوف اسم الفايز سوى السحب مع الإخوان في الكنترول أنا بدي أعلق أول أشكر أبو عبد الله محمود بس بدي أقول ثلاث أشياء من ضمن الإشارة التي تكلمهم سريعا الأول بالنسبة للمدخنين هلأ أمر الله هو عم يدخن وإن شاء الله يقدر يتوقف ولكن نصيحة نصيحة بما أنه إحنا صحة وسعادة نقول للناس اللي بيدخن يا جماعة إياكم تبدأوا بالسجارة المعدة خالية والجسم بتحفز لاستقبال المغذيات وليس المضرات فتمنى عليكم اصبروا اخذوا فطوركم اكسروا فطوركم بصريقة صحيحة وإذا أنتوا حبيتوا بعدين هذا براحتكم جسمكم ومسؤوليتكم فأنا أتمنى أنه ما يبدأوا بالسجارة لا مسؤوليتهم ولا شيء بطلوا دخان طبعا طبعا إحنا هذا الهدف الأساسي ونتمنى ذلك وإحنا منبر بنقولهم الكلام بس الضرر أكبر بيكون إذا كان يعني على الريج وهي بشوفها محمود دائما دائما بيقول الله أكبر بدلا ما يروح يكسر صيامه بشيء صحي على طول السجارة ما بتهرب انت ضرر نفسك وضرر خلي الضرر أقل وإن كان ولا بد يعني صند كل هاي الساعات يا أخي صراحة اسبر لك كم دقيقة حصن الجسم بالمغذيات حتى يكون عندك مضادات أكسدة عالية ممتاز نرجع لي السؤال السكر اسمح لي على السكر يكون له محلقة كاملة خلال موضوعنا لأنه صراحة هذا موضوع ما بقدر أجاب عليه دقيقة تسمح لي لطلب السؤال أني أنا فعلا بعطيك حقك في الإجابة لأنه فعلا فيه بروتوكول لتغذية ممتاز مرضى السكري مرضى القلب مرضى الفيلة حنمسك كل واحد فيهم بحلقات مختلفة ممتاز إضافة تانية بدي أضيفة على أبو عبد الله تكلم عنها لما حكى على الأكل وأنه الإنسان يأكل الأكل متوازن السرعة في تناول الأكل يا جماعة تضر وبالتالي لما إحنا منقولكم روحوا افطروا ببلاش تمر ما بتاكلي تمر ما بتاكلي خدي حبة فاكهة أي نوع فاكهة يحي وما تحب الفواكه المجسسة وإنفاكهة عادية تاخد يح تاخد تفاحة كل الدراسات أثبتت حتى أنه الفواكه قبل بداية الأكل تحسن عمل الكلا وشوائب بتكون أقل لكن وبسرعة لأنني حاستك بدا كاني أتكلم بسرعة نصيحة للناس اللي بتاكل كميات وبسرعة الجسم اعلموها المعلومة المعدة تحتاج لإنسال سيجنالز للدماغ أنه في أكل في المعدة عشرين دقيقة كونوا أذكياء وأسموا الأكل بطريقة أنه العشرين دقيقة توصل وبالتالي بيكون أكلكم أذكى وأقل جميل دكتور أنا قريت معلومة ما دري مدى صحتها أنه يقولون لا تفطر وتشرب ماي بارد صح وهذا كنت أعلق عليها على أبو عبدالله حكاها كمان هكا معلومة جميلة أنه واللي أنت بتأكدها ليش لما أنا بشرب ماي بارد كتير مثلج يعني مش بارد عادي مثلج أنا أخرش جداري المعدة وبتصير المعدة بتتقلص مرة واحدة لأن طول اليوم هي هادية ودخلت عليها مي بارد كتير صار فيها زي شد عضلي للمعدة بضل المعدة تقلم الشخص طول اليوم أو طول الليل لأنه إفطار رمضاني فالرجاء أخذ الماء ويكون ضيفه عادية يعني بارد لكن مش مسلج أو ويضيف عليه قد ما تقدر ليمون زنجبيل إخيار نعناع لأنها كلها مضادات أكسدا وجسمك طول اليوم عم بطلع شوائب أنت بتنقي لما بتأخذ المي هاي وبتساعد على تفعيل حتى حلق الكوليسترول وكتير إشي حنحكيها إن شاء الله فيما بعد جميل إحنا عندنا لما نقسم الشهر هادي في عندنا معلومات كثيرة حلقة كاملة عن التدخين حلقة كاملة عن السكر عن القلب، الكلب، بس أول الحلقات يعني نقلنا ما نفرشها شوي بشكل عام بعدين ما نبتدي لازم حضرنا أسئلتهم لا، ما بنعطيهم اليوم وصفة شو رايك بنروب؟ الله عطي وصفة اليوم؟ لا، راح الوقت علينا خبرين منول فايز أسماء يمعة سالم ألف مبروك أسماء ممكن تتواصلون معاهم أشواء وشوفين كيف ممكن تسلم الجائزة خلاص إن شاء الله ما نختم بلا تحاتين بس عطينا بعد دقيقتين شوية في دقيقتين عشان الوصفة ميتا شتريكت، ما تبقين وصفة؟ ما تبقين وصفة اليوم؟ خلاص ما خليهم لبكرة ميتا شوفيني، بل نشتني، الوقت، انزي، شو نسوي؟ بل خلي، بس أتمنى أن الناس محمود، أنتوا بعتوا لصحة وسعادة، شو حابين نعملكم حميات أو وصفات بصورة صحية؟ وصفاتكم بصورة صحية؟ جميل، إذن هذه الدكتورة قالتكم ترشولنا اللي تبقونا، وإحنا حاضرين، ونحن حاضرين، موجودين نحن على مدار الشهر، متى ناك الروب؟ ممكن تسأل الدكتورة سألناها، وقالت الروب، قبل الوجبة، قبل الوجبة، ونبهو المستمعين بشرب السوائل، ما يكون بارد، وهذا تكلمنا عنه، إذن مستمعين، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صحة وسعادة، كل الشكر للدكتورة وفا عايش، مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعين على تفاعلكم ومشاركتكم، وألف مبروك للفايزة معنا، جمعة لا؟ أسمى جمعة، أسمى جمعة سالم، ألف مبروك، وشكرا لتشميثة على هذا الإخراج الجميل، وكل الشكر حق أشواق على تنسيقها، والشكر أيضا لفريق الإعداد، ورمضان كريم، ودمتم بصحة وسعادة هيئة الصحة بدبي